ليل الأحبة أدره نور بدا والطير من فرط المحبة قد شدى والثور بل له التبتل والأدى والثور بل مساء إذا اجتمعنا على الهدى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يقول الله تبارك وتعالى في مطلع صورة القصص تاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين ما هي القصة؟ منذ الزمان الغابر كان في هذه الديار في هذه البلاد أخطر طاغية عرفته الأرض كان جباراً سفاكاً للدماء غشوماً ظلوماً مفسداً يبغي الفساد في الأرض والعلوم هذا الطاغية بلغ به الجرم وبلغ به الظلم أن ذبح الأطفال لم يعد في قلبه مسقال ذرة من رحمة يأتي بالأطفال الصغار الرضع فيقتلهم أمام آبائهم وأمهاتهم ثم عمد إلى النساء فتركهم ثم استعبد الرجال والنساء جعلهم عبيداً عنده أذلة مقهورين بين يديه وبين يدي الملأ ممن حوله لم يكفيه هذا الطغيان بل تجبر وزاد في الطغيان حتى دع الناس إلى أن يعبدوا وقال بمنتهى الصلف ما علمت لكم من إله غيري أي لا يوجد إله مطاع ولا سيد متبع إلا أنا ثم غره ظلمه وغرته قوته وغره ما حوله من الدساكر والعساكر حتى قال أنا ربكم الأعلى هذا الطغيان أراد أمراً وأراد رب العالمين أمراً آخر الله تعالى يقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض هؤلاء الذين قتلت أبناؤهم وذبحوا وتوركت نساؤهم واستعبدوا واستذلوا الله تعالى أراد أن يمن عليهم فله المنة والفضل ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم هو الذي يجعل أئمة ونجعلهم هو الذي يجعل الوارثين ونمكن هو الذي يمكن ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون متى بدأ ذلك هذه إرادة الله عز وجل لكن متى بدأ التنفيذ قال تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه الله تعالى إذا أراد شيئا كان لكنه يهيئ له الأسباب الله تعالى جعل وقضى أن إنقاذ هذه الأمة المستضعفة الذليلة سيكون على يدي طفل صغير رضيع الله تعالى سيذهب به إلى مقر الطاغية فيربيه الطاغية بين يديه ويكبر بين عينيه قال تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي لا خوف ولا تحزني لا حزن لما؟ إن الله تعالى رادوه إليك ليس هذا فحسن وجاعلوه من المرسلين كان في هذا الطفل أمر يختلف عن جميع الصبيان وجميع الأطفال ما هو؟ تعالوا إلى صورة طاها قال تعالى يكلم موسى وَلَقَدْ مَنَلْنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَةً إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى أَنِيقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاَقْذِفِيهِ فَالْيَمْ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يعني يا موسى أنا أصنعك على عيني أربيك على عيني أشملك برعايتي أحوطك بحفظي يا موسى أنت في معيتي هذه هي القضية موسى عليه السلام الله تعالى تولاه برعايته ومعيته منذ أن كان رضيعا فلم يضع ولم يمت بل شملته رعاية الله تبارك وتعالى كانت هذه نقطة البداية الأمر لم ينتهي ذهب موسى وهو طفل إلى بيت الطاغية وأراد الله تبارك وتعالى أن يربى بين يدي الطاغية كبر موسى ونمى حتى بلغ أشده واستوى ونبأه الله وأرسله ثم جاء الأمر الإلهي الكبير العظيم عندما قال الله تعالى لموسى وهارون اذهب إلى فرعون إنه طغى هو يعلم سبحانه وتعالى أنه طاغية فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى هنا موسى عليه السلام ببشريته قال قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى هذا ليس في قلبه رحمة بالصبيان بالأطفال فهل سيرحمنا نحن عندما نقول له أنت رب باطل أنت لست إله الله تعالى هو الرب الحق أرسل معنا بني إسرائيل هذا أمر لا يتصور إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى حينئذ قال الله لهما لا تخاف ليه لا خوف لماذا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى كانت الأولى ولتصنع على عيني وكانت الثانية لا تخاف إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى ثم جاءت الثالسة مرت الأيام والشهور والسنين وليزال موسى يدعو فرعون وملأه إلى الله تعالى وجاءهم بالآيات البينات الباهرات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ظلوا على إجرامهم وعنادهم أرسل الله تعالى عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفاضع والدم علّهم أن يعودوا يبلوهم بالسراء والدراء وما عادوا بل كانوا في كل مرة ينكثون العهود حينئذ جاءت القاضية فرعون وملأه أصدروا أمرا غشوما باستئصال شأفة موسى ومعه من أهل الإيمان إن هؤلاء لشرذمة قليلون شرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإن لجميع حاذرون جمع موسى جمع فرعون ما معه من جنوده وأراد أن يستأصل موسى ومعه خرج موسى عليه السلام بأمر من الله تعالى ومعه أهل الإيمان فارين من هذه البلد ذاهبون إلى الله تبارك وتعالى يعبدون الله عز وجل إلا أن فرعون تبعهم بجنوده حتى جاءت اللحظة الحاسمة رأى قوم موسى البحر من أمامهم ورأوا خلفهم فرعون بجنوده وسيقتلهم سيستأصل شأفتكم إنه مغضب يريد أن يقضي على هذه الفئة حينئذ قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال موسى كلا كلا ألا تخاف يا موسى ألا تخشى هذا العدو والغشوم كلا لما إن معي يا ربي سيهدي إنها الثلاثية الثلاثية التي بدأت ولتصنع على عيني ثم لا تخاف إنني معكم أسمع وأرى ثم كلا إن معي يا ربي سيهدي معية رب العالمين عندما يكون الله مع عبد أو مع أمة أو مع فئة مؤمنة ماذا يكون الحل حديثنا إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا اللقاء بعنوان مع الله اعلم أن الله تبارك وتعالى له عباد هو معهم يتولاهم يحفظهم يكلأهم ينصرهم يؤيدهم يدفع عنهم كل ضر يحوطهم ويشملهم تبارك وتعالى هذا ما كان للأنبياء فقط بل لجميع أهل الإيمان بدأ الأمر من أيام نوح عليه السلام سيدنا نوح عليه السلام عندما ظل ألف سنة إلا خمسين عاما يدعو قومه إلى التوحيد فأبوا إني دعوت قومي ليلا ونهارا دعاهم في السر والعلم لم يزدهم دعاؤه إلا فرارا حتى أنهم استغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ولم يؤمنوا ما آمن معه إلا قليل حينئذ قال فرعون قال نوح رب إني مغلوب رب أني مغلوب فانتصر فماذا كان الله تبارك وتعالى أمره قال واصنع الفلك بأعيننا لا تنسى ولتصنع على عينه اصنع الفلك بأعيننا الله تبارك وتعالى هذا على عينه ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون يأتي قوم نوح الكفرة يسخرون منه إلا أنه مستمر في تنفيذ أمر الله عز وجل حتى فتح الله تعالى أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر اسمع تجري بأعيننا اصنع الفلك بأعيننا تجري بأعيننا الموج كالجبال وهي تجري بهم في موج كالجبال لكن من الذي حملهم إن السفينة ما حملتهم بنفسها إنما حملهم رب العالمين برعايته لأنه معهم الله تبارك وتعالى هذه عادته وهذه سنته في أهل الإيمان كانت مع نوح وكانت مع إبراهيم وكانت مع موسى وكانت مع محمد صلى الله عليه وسلم أولم يقول الله تعالى له واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا لذلك عندما خرج صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا إلى الله تبارك وتعالى فارم بدينه مع أهل الإيمان ليقيموا دولة الإسلام في المدينة المنورة تبعه كفار قريش أرادوا أن يقتلوه ترك لكم مكة ماذا تريدون منه؟ ولكن هذا شأن الكفار الكفار يزعجهم صوت الحق لا يريدون سماعه خرج صلى الله عليه وسلم ومعه صاحبه حتى آواهم الليل إلى الغار وإذ بالكفار يأتون ينظر الصديق فيراهم فيقول يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا ثم يبكي الصديق لا خوفا من الموت ولكن خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ يطمئنه صلى الله عليه وسلم فيقول له يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما إنها معية الله إذ يقول لصاحبه لا تحزن أنت مع الله لا تحزن لا حزن مع الله إطلاقا لا تحزن لما؟ إن الله معنا أو يحزن عبد الله معه؟ أو يحزن عبد الله معه؟ لا والله حديثنا إن شاء الله تبارك وتعالى سينتظم حول مع الله تعالوا نتعرف هذه الليلة ما معنى أن تكون مع الله؟ وماذا لو كان الله معك؟ الليلة نجيب على هذين السؤالين ما معنى أن تكون مع الله؟ وماذا إن كان الله معك؟ السؤال الأول ما معنى أن تكون مع الله؟ أن تكون مع الله أي أن تحيا به وله احفظها به معنى أن تكون عبداً مع الله أي أن تحيا بالله ولله ما معنى أن أحيا بالله تحيا بالله كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا استيقظ من نومه بعد صلاة الفجر يقول من أذكار الصباح كان إذا أصبح يقول اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور وبك نحيا أي يا رب لا حياة لي إلا بك لا قيام لي إلا بك أنا بك وإليك هذا معنى قوله وبك نحيا معنى أن تحيا بالله أن تنظر في هذا الكون فتوقن وتؤمن هذا أول خطوة في طريق المعية قال الله بركة تعالى وأن الله مع المؤمنين المؤمن أي المصدق وأن الله مع المؤمنين هذا هو الشرط الأول أن توقن توقن بوجود الله ليس فقط وجوداً كوجودك بل بوجوده تبارك وتعالى وفوق ذلك تؤمن بما له من الأسماء والصفات والأفعال تؤمن أنه الذي أوجد كل شيء كان الله ولا شيء معه توقن يقيناً جازماً لا شك فيه لا ريب فيه أن الله كان ولم يكن ثم سماء ولا أرض ولا عرش ولا كرسي ولا أي شيء كان الله فأوجد كل خلقه أنت لم تكن شيئاً وأنا لم أكن شيئاً والملائكة لم يكون والجن لم يكون والإنس لم يكون كل هؤلاء خلقه صنعته أوجدهم ليس إيجاداً فحسب بل في أحسن تقويم في أحسن صورة صنع الله الذي أتقن كل شيء أحسن كل شيء هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه توقن أنه ليس فقط الذي خلق وأوجد بل هو الذي يدبر أمر كل من في هذه العوالم عالم الإنس عالم الجن عالم الملائكة عالم الطير عالم الوحش كل من في السماوات ومن في الأرض ابتداء من النملة إلى أضخم مخلوق علمته أو لا تعلمه الله تبارك وتعالى يعلمه ويدبر أمره توقن بذلك توقن أن الكون دعباره عن حكتين رب ومربوبون الكون عبارة عن رب ومربوبون خالق ومخلوقون رازق ومرزقون مدبر ومدبرون ملك ومملوكون هو الملك ومن سواه لا يملك هو يرزق ومن سواه لا يرزق يطعم ولا يطعم يعطي ويمنع كل الخلق يفعل بهم هم في طور المفعول به الفاعل الحقيقي على وجه الأرض وفي السماء الله تبارك وتعالى توقن بذلك عندما توقن بذلك ترى كل الخلق عبيدا لله عز وجل ليس له من الأمر مثقال ذرة هذا يثمر في قلبك التعلق الأوحد بالله وحده فتنفض يدك من الناس فتكون عبدا لله أسيرا بين يديه ومحررا ممن سواه مرة أخرى هذا يثمر في قلبك عندما أوقن هذا الإيمان عندما يدخل قلبك عندما يوقن توقن أن الله هو الرب الخالق وما سواه مخلوق الرازق وما سواه مرزوق المدبر وما سواه مدبر يملك أمر السماوات وما فيها ومن عليها والأرض ومن فيها ومن عليها وكل من سوا الله لا يملك تبارك الذي بيده الملك ليس لك من الأمر شيء عندما توقن بذلك تنظر إلى الناس وإلى نفسك نظرة حقيقية تضع الأمور في نصابها فترى الأغنياء والفقراء السادة والعبيد كل الخلق تراهم جميعا سواء عبيد هذا يحررك فيجعلك عبدا ذليلا لله عزيزا به عما سواه يجعلك عبدا فقيرا بين يديه غنيا به عما سواه يجعلك عبدا فقيرا إليه في كل طرفة عين غنيا به عما سواه فقيرا إليه يعني إيه؟ يعني ترى نفسك في كل لحظة أنت في شدة الفاقة والعوز والحاجة إلى الله تبارك وتعالى ترى نفسك لا غنى لك عن ربك طرفة عين الله تعالى معك هذا أول شيء في المعية أن توقن أن تؤمن بذلك أنك لا تستطيع أن ترفع يدك ولا أن تغمض عينك ولا أن تسكن جوارحك ولا أن تعطي ولا أن تمنع ولا أن تبغض ولا أن تحب إلا إذا أزن الله إلا إذا شاء ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن فترى الناس على الحقيقة عبيد لا يملكون إنما الملك الله تبارك وتعالى فتكون حرا لا يأسرك سيد ولا يأسرك غني ولا تأسرك الدنيا ولا يأسرك أحد بل فقط أن تأسير بين يديه لا تحني جبهتك إلا له لا تركع إلا له لا تسأل إلا إياه لا تتعلق إلا به لا ترجو إلا هو لا تخاف من أحد إلا هو لا تتوكل ولا تفوض ولا تعتمد إلا عليه تبرأ من حولك وقوتك ومن كل الخلق إلا الله تبارك وتعالى حينئذ ينطق قلبك وجوارحك أنه لا إله إلا الله هذا هو الأمر الأول وأن الله مع المؤمنين عندما يكون ذلك تكون حرا ثم ماذا؟ إذا أردت أن تكون في معية الله تبارك وتعالى معنى أن تحيا بالله عز وجل أن لا يغفل قلبك عن الله طرفة عين حديث كدسي جميل اخرجه الآن مسلم في صحيحه قال الله تبارك وتعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني وأنا معه حين يذكرني يعني إيه؟ يعني طالما أن قلبك لا يغفل عن الله تبارك وتعالى مستشعر رب العالمين قربه بين يديك في كل طرفة عين فهذا هو السبب الأصيل لمعية الله تبارك وتعالى كده ربنا ألف القرآني قال وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا بداية الخسران عندما يغفل القلب عن الله عندما يغفل القلب عن الله فيتعلق بمن سوى الله تبارك وتعالى لكن كلما كنت هذا المعنى كلما كان حاضراً في قلبك أن الله تبارك وتعالى موجود بين عينيك إذا رأيت فقيراً إذا رأيت غنياً إذا رأيت مبتلاً إذا رأيت سعيداً ترى كل هذه أفعال الله عز وجل فالطائع الله تعالى وفقه لطاعته والعاصي الله تبارك وتعالى ستره وحلم عليه وإذا رأيت كافراً استشعرت حلم الله عز وجل وإذا رأيت مبتلاً عرفت فضل الله تبارك وتعالى عليك وعافيته بك وغير ذلك حينئذ ترى آثار أسماء الله وصفات الله وأفعال الله تبارك وتعالى في الكون كلما نظرت بعينك ترى فعلاً لله عز وجل ترى أسر أسم من أسمائه فيك وفي من حولك في زوجك في ولدك في جميع الخلق إذلك ربنا عز وجل ماذا قال في وصف أولي الألباب قال الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك لما تنظر في سرطة النبي صلى الله عليه وسلم وتراه كان كان يذكر الله على كل أحيانه ليه؟ لأنه لا ينسى الله عز وجل كل شيء يذكره بالله تبارك وتعالى لا يغيب عن خاطره طرفة عين ثم نأتي إلى بعد ذلك إلى شيء مهم جداً في معية الله تبارك وتعالى إذا أردت أن تحيا بالله أن تستشعر معية الله العامة لجميع الخلق الله تبارك وتعالى يقول ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوة النجوة اللي هو الكلام بصوت مرخص ما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم هو إيه؟ معهم يعني لا يوجد أحد إلا والله معه هذه معية الإحاطة معية العلم الله تعالى لا يحجبه عن خلقه شيء لا يحجبه السماوات السبع على أن يراك أو عن أن يسمعك أو عن أن يعلم ما في خاطرك قال تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه هذا الذي لم تلفز به إذا ما تكلمتش أصلا لم تقل شيئا الله تعالى يعلم ما في قلبك يعلم ما في نفسك ما في خلاجات صدرك يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور قال تبارك وتعالى وهو معكم أينما كنتم هذا يسمر فيك المراقبة يسمر فيك أنك تراقب الله تبارك وتعالى في كل لحظة في كل خطرة يجعلك دائما وأبدا تطارع بقلبك نظر الله إليك نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى نفسك عشان كده قال الرجل الراعي لعبد الله بن عمر لما قال له أعطنا شاة من هذه الشاة قال إنها ليست لي إنما هي لسيدي قال قل لسيدك أكلها الذئب يختبره قال يا هذا فأين الله فأين الله إذن من أعظم أسباب معية لتبارك وتعالى أن تكون مع الله استشعار هذه المراقبة وهذا هو الإحسان عشان كده ربنا عز وجل ماذا قال قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون شباب الحاجة وأن الله مع المؤمنين الإيمان واليقين التانية إن الله مع الذين اتقوا إيه هي التقوة تقوة يعني عب تقي عب تقي يعني في السر وفي العلن هو عبد لا يتصل مع العبودية غير مرائي هذه المعرفة هذا الحب هذا الوجل هذا الخوف حمله أن يجعل بينه بين عذاب الله وقايا يتقي عذاب الله تبارك وتعالى لأنه يعلم أن الله رقيب عليه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون شوف سيدنا يوسف عليه السلام سيدنا يوسف عليه السلام شاب في عنفوان شبابه في غاية الحسن والمرأة هي الطالبة قال تبارك وتعالى ولقد همت به وهم بها في أول الآية وراودته التي هو في بيتها هي المراوضة عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك ما الذي حمل يوسف على أن يترك على أن يترك الفاحشة قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثله إن اطلاع قلب يوسف على أن الله تعالى رقيب عليه يشاهده أقرب إليه من عنق راحلته كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته قريب هو الظاهر فليس فوقه شيء وهو الباطن فليس دونه شيء يعني أنت متخيل ليس دونه شيء ليس هناك أحد أقرب إليك من الله هذا القرب يسمر فيك المراقبة استشعرك معيته العامة يجعلك عبدا محسنا ما هو الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذا هو الأمر الثالث الثاني ثم يأتي الأمر الثالث الإيمان والإحسان والتقوى تحتاج إلى صبر ولن تصبر إلا بالله قال تبارك وتعالى واصبر وما صبرك إلا بالله شكرا ربنا عز وجل ماذا قال قال يا أيها الذين أمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين إن الله مع الصابرين يعني معية الله تبارك وتعالى كتبها للصابرين الصابرين على إيه؟ الصابرين على الإيمان به في ظل هذه الحياة الملآن بالفتن الناس يبيعون دينهم بعرض من الدنيا زائل أنت تحتاج إلى أن تصبر تصبر على الإيمان بالله تصبر على طاعات الله ومراضيه تصبر عن معاصي الله ومحارم الله عز وجل هذا الصبر لن يكون إلا بالله تبارك وتعالى ولن تصبر بالله إلا إذا عرفت الله عز وجل إلا إذا استشعرت معيته تبارك وتعالى معنى أن تكون مع الله أن تحيا بالله ولله تكلم عن أن تحيا بالله يعني إيه تحيا لله الآية الجميلة قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي أي زبحي النسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين ديننا هذا لن في صام فيه دين الإسلام ليس تقوصا تؤدى في المساجد ليس الترانيم أو أوراد يقولها الإنسان في خلوته أبدا إنما دين الإسلام منهاج رب العالمين لهذه الأمة ولكل الخلق حتى يحيوا به يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم الله تعالى أراد أن يحييك بمنهاجه علم الله تعالى أن الإنسان ظلوم جهول إنه كان ظلوما جهولا نحن نحكم بين أنفسنا وبين أبنائنا وبين إخواننا وبين الناس بالهوى أو بالجهل هذا هو الغالب الله تعالى لم يتركنا هملا إنما كان من رحمته ولطفه بناء أن أنزل إلينا المنهاج القويم على ألسنة رسله كتب إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور شهر الرمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هدى وفرقان ونور ليه؟ حتى نحيا به شكرا تجد أطول آية في القرآن إيه؟ أطول آية في القرآن لم تتكلم عن الصلاة لم تتكلم عن الزكاة ولا عن الحج إنما تكلمت عن الدين لتعلمك أن هذا الكتاب هذا الكتاب العظيم المطهر جاء لتحيا به حتى تعمل به فيحييك الله تبارك وتعالى به معنى أن تحيا لله أن تحيا بأوامره أن تحيا بشرعه أن تحيا بمنهاجه الذي لا حياة للناس إلا به والله والله كل ذرة ابتعد الناس فيها عن كلام الله ومنهاجه اقتربوا فيها من الموت فمع الله لا موت يا من تريدون الحياة ثم الحياة هنا هنا في كتاب الله تبارك وتعالى هنا منطقة الحياة هنا منطقة النور لذلك أن تحيا لله أن يكون بيعك شراءك زواجك طلاءك طلاقك عطاءك منعك بغضك رضاك ثناءك ذنبك كل شيء في أفعالك نابع من هذا الشرع المطهر الشرع هذا الكتاب نظم لك حتى الاستئذان في البيوت فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات آية محكمة تعلمك الاستئذان وتعلم أبنائك كيف يدخلون عليك هذا معنى أن تحيا لله أن تحيا لله معنى أن تكون مع الله أن تؤثر مراضيه على مراضي من سواه استمع إلى ماذا قال السحرة السحرة بعد كده سيدنا موسى لما فرعون قبل السحرة والسحرة ألقوا الحبال وألقوا العصي سيدنا موسى ألقى العصى السحرة أيقا وأن هذا ليس بسحر هذه معجزة ألقي السحرة ساجدين قالوا أمنا برب العالمين وتوعدهم فرعون لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف الناس دول من خمس دايق بس كان بيقولوا أئنا لنا لأجرا في فلوس في دنيا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذن من المقربين مش بس مال دمال وجاه سلطان أقصى ما يتمنه الناس في الدنيا فلوس ورئاسة وجاهة يعني فرعون ادهلهم هذا هو لما علموا الحق ودب في قلوبهم نور الإيمان وأيقانوا أن فرعون باطل وأن موسى على الحق وأن الله هو رب العالمين ماذا قالوا بعد أن توعدهم عذاب ما بعد عذاب يقطع الأيدي والأرج من خلاف يصلبهم في جزوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى كان الجواب اسمع لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقد ما أنت قاب عندما تؤثر الله تبارك وتعالى فأنت مع الله عندما تختار مراضيه وما يرضيه فأنت اخترت الله عز وجل اخترت تنفيذ أمره على تنفيذ أمر من سواه فليرضى عنك الناس أو فليسخطوا كل هؤلاء تراب كل الذي فوق التراب تراب عندما تؤثر ربك وتؤثر مراضيه على مراضي من سواه فأنت مع الله عندما تكون في جانبي وفي صف أوليائه الله تعالى ذكر عن إيسى عليه السلام ماذا قال قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله يعني من أنصاري مع الله سيدنا عيسى بيقول للحواريين وبني إسرائيل من يكون معي نصيراً على هذا الدين نصيراً لهذا الدين مع الله بيقولهم أنا معي ربنا أنا معي الله سينصر هذا الدين من يريد أن يحوز شرف أن يكون في هذا الجانب في هذا الصف أن يكون مع الله تبارك وتعالى لذلك عبد في صف أعداء الله عبد في صف الذين يصدون عن سبيل الله كيف له أن يدعي أنه مع الله عز وجل لا أنت في الجانب الآخر عشان كذا ربنا قال ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها يعني يحادد الله ورسوله يعني هو في حد وفي جانب والله ورسوله في جانب انظر أين جانبك انت وفى في صف مين في صف من أن أنت في صف الله في جانب الله أنت مع الله مع دينه تنصر شرعة أم أنت في الصف الآخر في الجانب الآخر عشان كذا ربنا عز وجل لما قال لبني إسرائيل قال تبارك وتعالى وقال الله إني معكم شوف الأمر الوعد هو إني معكم بس بشرط لأن قمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم الإيمان وآمنتم برسلي اللي بعدها قال إيه قال وعزرتموهم لا يكفي الإيمان بل الإيمان الحقيقي الإيمان غير المزيف هو الذي يسمر وعزرتموهم عزرتموهم يعني إيه إما معنى التوقير والاحترام أو معنى النصرة والتأييد وكلهما صحيح هذا الذي آمن بالله ورسوله يعظم الله تبارك وتعالى ويوقر رسوله صلى الله عليه وسلم وينصر رسوله صلى الله عليه وسلم تمنعه صلى الله عليه وسلم مات تنصر دينه تؤيد دينه تكون في صف أهل الدين من لهذا الدين هذا هو الذي هو مع الله تبارك وتعالى فإن كنت كذلك إذا أوجدنا هذا الصنف الصنف الذي هو في معية الله تبارك وتعالى هو مع الله عز وجل هذا الصنف هو الذي سيغلب ولابد الله تبارك وتعالى يقول فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم إذا كنت مع الله فأنت العلي تكلمنا عن الشق الأول اللي هو ما معنى أن تكون أنت مع الله الشق الثاني بقى الأخطر وماذا إذا كان الله معك ما معنى أن يكون الله معك كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر دعاء اللي احنا كلنا حفظينه كان من دعائه أنه يقول اللهم أنت الصاحب السفر لا دعاء مشهور في دعاء تاني غير مشهور صحيح مسلم كان السلم يقول يقول إذا سافر ربنا صاحبنا وأفضل علينا يسأل الله المصاحبة انت عارف كلمة بسم الله لما تيجي تقول مثلا أشرب بسم الله الباء هنا بحرك الشيء ده بقول بسم الله بأزبح أزبح أقول بسم الله الباء دي معنى هاي الباء إما للإستعانة أو القول الثاني عند أهل العلم للمصاحبة كأنك تطلب مصاحبة الله لك وأنت تكتب وأنت تقرأ وأنت تقول وأنت تحرك وأنت تسكن وأنت تنام هذا معنى بسم الله يعني يا رب أسألك مصاحبتك أسألك معيتك لماذا يريد العبد معية الله ماذا إن كان الله معك إذا كان الله معك هذا أمر لا يصف أسطن هذا أمر لا يمكن وصفه أقرب لك المثال لو قلت لك أنت تريد سفراً وهذا السفر مليء بالمشاق ومليء بالعقبات وهناك أعداء كسر ينتظرونك على الطريق يريدون الفتك بك إذن أنت تحتاج إلى من تحتاج إلى صحبة فقلت لك لا تقلق سيصاحبك في طريقك ملك هذا الملك في غاية القوة وفي غاية المنعة ومعه من الجنود ما لا حصر له ولا عدد وملك غني جداً كريم جداً عادل جداً حليم جداً وهو معك ولن يتركك حتى تصل إلى وجهتك أنت الآن عندما تسافر مع هذا الملك بهذه الأوصاف وهو من أهل الدنيا ما حال قلبك يشك أنك في غاية الاطمئنان في غاية السعادة عندكش أي مشكلة لا يوجد أي مشكلة مطمئن جداً جداً عليك السكينة والوقار والاطمئنان لماذا؟ أنت ما الذي يخلقك إذن؟ ما الذي يزعجك؟ ماذا تريد بعد ذلك؟ كذلك إذا قلت لك أنت في معية الله تستشعر حينئذ لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بكل سبات بكل سبات بكل سكينة بكل اطمئنان لا تحزن لا حزن ليه؟ إن الله معنا إن الله معنا لن يتركنا عارف يعني إن الله معنا؟ خلاص من كان الله معه فمن عليه؟ يا أبا بكر ما ظنك باسنين؟ الله سلسهما معنا القوة التي لا تغلم معنا الحارس الذي لا ينام والهادي الذي لا يضل إذن ماذا يكون؟ هذا عندما تعرف أوصاف الله تبارك وتعالى وأسمائه وأفعاله أنا أقول لك عن ملك من ملوك الدنيا؟ لا 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 هذا في الحقيقة ليس ملكاً هذا الرجل من أهل الدنيا على الحقيقة لا يملك لأنه ميت أما الله فحي لا يموت كذلك ربنا قال وَتَوَكَّلْ هم دول مش عندهم غرور هم عندهم ثقة مش في أنفسهم مش في أنفسهم لا في رب العالمين لإستشعارهم معيته لهم وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌّ حَكِيمٌ أنا عندما أستشعر من هو الله تبارك وتعالى حينئذ أستشعر معنى أن الله معي أنا عزيز تفهم معي هذه الآية ويعني نمررها على قلوبنا ربنا بيقول إيه؟ ربنا بيقول وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ أي شيء يخطر على بالك؟ هذا له خزائن خزائن هذا الشيء عند رب العالمين مفاتيحه بيده أي شيء أي شيء خزائن العلم يعني أنت الآن في صحبة في معية العليم الذي عنده خزائن العلم مفاتيحه بيده سبحانه وتعالى وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عندنا خزائنه خزائن العلم خزائن الهدى الله هو الهادي عنده خزائن الهدى خزائن الهدايا خزائن الشفاء والشافي خزائن العز خزائن السعادة خزائن القوة خزائن النصر النصر والنصرة والتأييد وإن من شيء إلا عندنا خزائنه عندما أستشعر ذلك وخزائن الله ملء لا تنفد ثم هذه الخزائن مش عند ملك عاجز لا ده الخزائن دي عند ملك على كل شيء قدير إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون خلص يعني أثلا أنت الآن في معية الله عز وجل أصابك مرض وتريد منه أن يشفيك مش مثلا ما عندهش لا عنده عنده الشفاء كله ثم قادر على أن يشفيك تم ممكن يكون مثلا عنده الخزائن وقادر بس ليس كريما لا ده هو غني كريم في غاية الكرم أكرم الأكرمين يعطي العبادة ما سألوه وفوق ما سألوه وما لم يسألوه بل وعلّمهم أن يسألوه ما لم يسألوه تبارك وتعالى غني كريم أنا عندما أستشعر ذلك أطمئن أطمئن أنت عندما تستشعر أن الله تبارك وتعالى معك فمعك العلم الذي لا منتهى له والحلم الذي لا حد له والعزة التي ليس فوقها عزة والغنى الذي لا منتهى له والكرم الذي لا عد له ولا مثل له شوف سيدنا قتادة بول كلام جميل أبو بول إيه بول من كان الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب والحارس الذي لا ينام والهادي الذي لا يضل وعلى قدر استشعارك ومعرفتك بأسماء رب العالمين وصفات رب العالمين وأفعال رب العالمين تستشعر ما معنى أن الله معك عشان كده إذا كنت مع الله فمع الله لا حيرة مع الله لا شك مع الله لا ضلال مع الله لا ظلام عندما تكون في معية الله لا ظلام يخرجك من الظلمات إلى النور لا ظلال لأنه هادي لا حيرة لأنه لن يتركك هكذا بلا هداية عندما تكون مع الله تبارك وتعالى لا ذلة لأنه العزيز عندما تكون مع الله لا فقر لأنه الغني عندما تكون مع الله تبارك وتعالى لا يأس بل كلك أمل عندما تكون مع الله لا خوف لأنه هو الذي يؤمنك في جانب الله الأمن وفي جانب من سواه غير ذلك عندما تكون مع الله لا شقاء الناس النهاردة الرأس المشهورة الكيك المشهورة دي اللي خلت شبابنا للأسف يقلد الغرب إنهم يبحثون عن السعادة يقول لك التحدي أي تحدي إن هؤلاء والله مساكين لما بحثوا عن السعادة فلم يجدوها قلدوا هؤلاء نحن أمة السعادة نحن أمة الراحة نحن أمة الطمأنينة الله تبارك وتعالى يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة أنا كمؤمن أبحث عن سعادتي في رخصة أرقص أفتح السيارة وأرقص أقلد هؤلاء الغرب ماذا جرى يا أخي الكريم أنت ضللت الطريق عندما بحثت عن السعادة بعيدا عن الله السعادة هنا مع الله الغنى هنا العز هنا السؤدد هنا المجد هنا الشفاء هنا القوة هنا القدرة هنا الحياة هنا بعيدا عن الله بعيدا عن الله الموت بعيدا عن الله الضنك بعيدا عن الله الشقاء هلم إلى حياة مع الله تبارك وتعالى أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا في معيته اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم اجعلنا نحيا بك وإليك يقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والطير من فرط المحبة قد شدى والثور بل له التبتل والأدى طعب المساء إذا اجتمعنا على الهدى اشتركوا في القناة